اشتركوا في القناة وزير المالية اللبناني السابق محمد صافضي يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اهلا بكم من جديد لتفاصيل الاخبار وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وافريقيا وقد نظم ابناء الجالية المصرية وقفة أمام مقر إقامة الرئيس السيسي لترحيب به وتأكيد على دعم القيارة السياسية في هذه المرحلة من تاريخ مصر وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي أن مبادرة قدمة العشرين وافريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين افريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تسهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا كما سيلتقي مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كوبرى شركات الصناعية الألمانية في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملات بها مجددا من القاهرة إلى برلين بدعوة متجددة من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل لحضور أعمال القمة المصغرة للقادة الأفريق المشاركين في المبادرة الألمانية للشركة مع إفريقيا في إطار مجموعة العشرين تفتح المبادرة أفاق هديدة للتعاون بين ألمانيا وبلدان القارة السمراء والتي حققت نجاحة كبيرة في مجالات متعددة فقد زاد حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وإفريقيا ليصل إلى 4.3% فيما زادت نسبة الوردات الألمانية من إفريقيا إلى 21.1% تأتي مبادرة الشركة الألمانية الإفريقية في غل علاقات مصرية ألمانية راسخة وشركات استراتيجية جمعت بين البلدين على الأصعدة كافة وفي كل المجالات فقد بلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 7.4 مليار دولار فيما زاد حجم صادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة تجوازت 12.3% ووصل عدد الشركة الألمانية المستثمرة في مصر 1215 شركة أبرزها شركة زيمونز التي بلغ حجم استثماراتها في مصر 6 مليارات يورو كما تم توقيع اتفاقية أعمال وشراكة مع كل من شركة دوش وشركة مرسيدس أواصر علاقات أفريقية ألمانية متميزة خطوات واسعة نحو التعاون والتنمية المستدامة نضمت إدارة هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة احتفالا بمرور 150 عاما على افتتاح القناة حيث بدأت أعمال حفر القناة عام 1859 واستمرت لمدة عشر سنوات وتعد قناة السويس أقصر طرق بين الشرق والغرب وأفضل ممر ملاحين عالميا ربط البحرين المتوسط والأحمر بهدف تنشيط التجارة العالمية نظرا لموقعها الجغرافي وخلال الاحتفال أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أكد وعي القيادة السياسية بأهمية تنمية القناة كما أشاد بالتفاف الشعب حول قيادته في العمل على افتتاح القناة الجديدة والتي استهمت في فتح أفاق أرحب في خدمة التجارة العالمية تمثل حركة التجارة العابرة لقناة 9% من إجمال حركة التجارة العالمية المرة بحرا وتعد الاختيار الأول لحركة التجارة العابرة من الشرق للغرب والعكس اليوم ونحن نحتفل بهذه الزكرة الغالية على كل مصري نتذكر الماضي بفخر وأعيوننا تتجه نحو الحاضر والمستقبل نمتلك كافة المقاومات اللازمة للنجاح نحظى بإرادة سياسية وأعية تدرك قيمة القناة ومكانتها فدعم السيد الرئيس عفتاح السيسي والاتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لتمويل القناة الجديدة كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا أفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية بزيادة الطاقة العادية والاستعبية لقناة واختصار زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وقد أوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الرؤية الشاملة للقيادة السياسية شاملت ضرورة الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس وأشار الفريق أسامة رابيع إلى إقامة مشروع واحد يتمثله في مدينة الإسماعيلية الجديدة لتنمية منطقة القناة توقف الرؤية الشاملة لدي القيادة السياسية عند افتاح القناة الجديدة فقط بل امتدد إلى حتمية الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة وتعظيم العائد من حجم البضائع الضخم المغر عبرها والذي يتجاوز المليار تن سنويا من خلال مشروع وعد لتنمية منطقة القناة يحقق أهداف التنمية المستدامة بالتكامل مع مجتمعات عمرانية جديدة على طفاف القناة مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة كما أكد رئيس هيئة قناة السويس تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة لمدن القناة تغطي الاحتياجات المختلفة وأوضح أنه سيتم إنشاء خمسة كبار عائمة بمدن القناة ثلاثة بتكامل مع سلسلة الأنفاق العملاقة التي ساعت الدولة من خلالها إلى ربط سيناء بالوطن كما اتطورت أبعاد القناة منذ افتاحها للملاح البحرية وحتى الآن فأصبح غاطس قناة ستة وستين قدم مقابل اتنين وعشرين قدم عند افتاح قناة الأم وازدادت الحمولة من خمسة ألاف طن ووقت افتاح قناة إلى امتين واربعين ألف طن كل ذلك دون المساس بالدور المجتمع الذي طالما شاركت به الهيئة لخدمة أبناء مدن القناة من خلال تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة تغطي الاحتياجات المختلفة فنلتزم بالدور التاريخي للهيئة لربط ضفطي القناة وقد أصمرت السنوات القليلة الماضية عن تفعيل هذا الدور من خلال إنشاء خمسة كبار عامة بمدن القناة السلاسة لتعمل جنبا إلى جنب مع مرفق المعديات وبالتكامل مع مسلسلة الأنفاق العملاقة التي انتهت الدولة من إنشاءها لربط سيناء بالوطن ومن على ضفاف قناة السويس بالإسماعيلية تنضم إلينا مرسلة النيل أمل صبري أمل صبري إنقلي لنا صورة فعليات احتفال هيئة قناة السويس بمرور 150 عاما على افتتاحها وكيف تبدو الأجواء الشعبية المصاحبة لديك التحية لك ولكل مشاهدي قناة النيل للأخبار بالفعل أجواء مبهرة واستيقظت عليها محافظة الإسماعيلية وتحديدا منطقة قناة السويس حيث الاحتفال بمرور 150 عام على افتتاح قناة السويس والتي تم افتتاحها في العام 1862 وحتى الآن ما زالت القناة أهم مورد أو أهم ممر ملاحي بين دول العالم ونظرا لموقعها الفريد الذي يربط بين الشرق والغرب عن طريق البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وأيضا تفصل بين قرتين قارة أسيا وقارة أفريقيا قناة السويس لها أهمية قصوى بالنسبة لمصر وبالنسبة لدول العالم أجمع نظرا لدورها في تنشيط حركة التجارة الدولية والعالمية أيضا من خلال مرور الصفن في أسرع وقت بين الشرق والغرب الاحتفالية كما رصدناها معكم منذ الصباح الباكر بدأت بجولة بحرية قام بها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمصاحبة الحضور وكان من بينهم وزير الآثار وعدد من السفراء المصريين والأجانب أيضا وكبار رجال الدولة وعدد من الإعلامين البارزين في مصر ثم انتقلت الاحتفالية بعد الجولة البحرية إلى منطقة المارينة الجديدة بشرق القناة بمحافظة الإسماعيلية حيث تم إلقاء عدد من الكلمات كان من أبرزها وكلمة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة واللي أكد خلالها على أهمية قناة السويس وإن القناة بتحظى باهتمام من جانب الدولة كبير جدا ليس فقط كممر ملاحي وإنما كمنطقة سيتم استثمارها في العديد من المشروعات التنموية الضخمة التي ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصري يعني كما ذكرت قناة السويس هي شريان الحياة في مصر كانت وستبقى أهم مورد لمصدر الدخل القومي المصري وأيضا لجلب العملة الصعبة إلى مصر نعم أشكرك زميلة أمل صبري كنت معنا مباشرة من الإسماعيلية أزيل الحاجز عند السويس وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر وافتتحت قناة السويس للملاحة العالمية في 17 نوفمبر من عام 1869 وستطع المصريون إنشاء قناة جديدة موازية عام 2015 بطول ازدواج قدره 72 كيلو مترا لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية قبل قرن ونصف افتتحت قناة السويس للملاحة العالمية لتصبح أقصر ممر ملاحي بين الشرق والغرب تحفره سواعد المصريين وبالرغم من أن فكرة ربط البحر المتوسط مع البحر الأحمر عن طريق قناة بحرية تعود إلى أكثر من أربعين قرنا إلا أن أول الجهود المبذولة لبناء قناة حديثة أتت من قبل حملة نابليون بونابارت على مصر ولكن تلك المحاولات فشلت لخطأ في الحسابات الهندسية لعمل القناة تأجل المشروع لعدة أسباب حتى نجح الدبلوماسي الفرنسي المهندس فردناند ديليسابس في حجد اهتمام نائب الوالي سعيد باشا للمشروع عام 1854 وفي عام 1858 تشكلت الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وحصلت على امتياز حفر القناة وتشغيلها لمدة 99 عاما على أن ترجع ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة المصرية وبدأ حفر القناة بالفعل في الخامس والعشرين من إبريل عام 1859 وأزيل الحاجز عند السويس وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط لتعانق البحر الأحمر في يوم السابع عشر من نوفمبر عام 1869 بعد حفر 160 كيلو مترا على طول المجرى المائي للقناة بعد عشر سنوات من الجهد الشاق وفي احتفال مهيب فتحت القناة أبوابها للسفن من جميع الدول دون تمييز في السلم والحرب ومع ذلك فقد اعتبرت بريطانيا القناة ضرورية لصون قوتها البحرية ومصالحها الاستعمارية وكانت تحميها القوات البريطانية استمرت القناة تحت السيطرة البريطانية إلى أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميمها في عام 1956 قرار من الرئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لتعود القناة لسواعد أبنائها الذين قاموا بحفرها ليقوموا بإدارتها وحمايتها وبعد مرور 146 عاما استطاع المصريون إنشاء قناة جديدة موازية عام 2015 بطول ازدواج قدره 72 كيلو مترا باكتتاب مصري خالص لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية وتحقيق أكبر لزبة من الازدواجية لتسير السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وليكتب التاريخ إنجازا جديدا للمصريين يضاف إلى سجل التحديات والإنجازات فوضى مجلس النواب في جلسته العام اليوم هيئة مكتبه بتحديد موعد لمناقشة 54 طلب مناقش عام مقدم من النواب وتتناول طلبات المناقش العام سياسة الحكومة بشأن سوء الخدمات المقدمة من شركات المحمول ومدى مواكبة محطات تقوية جباكات المحمول لاشتراطات الأمن والسلام إلى جانب الاستفادة من المياه الجوفية بالوادي الجديد لزراعة القمح فضلا عن سياسة الحكومة بشأن توفير مناخ المناسب للاستثمار بمحافظة الوادي الجديد حيث تتوافر بها المقاومات الزراعية والصناعية في غضون ذلك وافق مجلس النواب حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة تظاهر العراقيون مجددا اليوم في شوارع العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية عدة للمشاركة في إضراب عام دعا إليه زعيم الطيار الصدري مقتضى الصدر لتكثيف الضغط على الطبقة السياسية في العراق من أجل الاستجابة لمطالب المتظاهرين في غضون ذلك سيطر متظاهرون على جسر السينك في بغداد المؤدي للمتاقة الخضراء الموجود بها مقارات حكومية وسفارات أجنبية في إضراب عام أعاد الزخم إلى الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أسابيع تضفق العراقيون مجددا إلى شوارع العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة وتوقف العمل في غالبية مدن جنوب العراق من البصرة وصولا إلى الكوت والنجاف والديوانية والحلة والنصرية حيث أغلقت الدوائر الحكومية والمدارس وخرج الألاف إلى الشوارع بعد دعوات من نشطين الإضراب العام وأقدم المتظاهرون في مدينة البصرة الغنية بالنفط على حرق إطارات لقطع الطرق ومنع الموظفين من الوصول إلى عملهما وأعلنت الحكومات المحلية في محافظات بينها بابل وواسط وذيقار اعتبار الأحد عطلة رسمية وفي مدينة الحلة حيث أغلقت الدوائر والمدارس خرج الألاف بينهم طلبة وموظفون حكوميون للاعتصام أمام مبنى مجلس المحافظة في وسط المدينة واحتشد ألاف المتظاهرين في ساحة التحرير الرمزية وساحة الخلاني القريبة وعند جسر السنك فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مواقع التجمع وأغلق محتجون في مدينة الصدر المترامية الأطراف ببغداد الطرق في محاولة لمنع الموظفين من الوصول إلى أماكن عملهما ما أدى إلى ازدحام حركة المرور في بعض المناطق وعاد المتظاهرون للاعتصام عند جسر السنك الحيوية بعدما تراجعت القوات الأمنية التي كانت منعت تقدمهم إليها قبل أسبوعين يحتشد المتظاهرون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد مطالبين برحيل النخاب السياسية الحاكمة التي يعتبرون أنها تعيث فسادا في البلاد منذ ستة عشر عاما وكانوا قد تمكنوا من السيطرة على أربعة جسور حيوية تربط ضفتي نهر دجلة وتصل شرق بغداد بغربها حيث المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية والسفارات الأجنبية نعود مجددا إلى زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا وينضم إلينا محمد جوهر موفد النيل إلى ألمانيا محمد يعني ماذا عن نشاط رئيس السيسي عقب وصوله لألمانيا اليوم نعم دعينا نتحدث عن القمة نفسها وهي القمة قمة اجتماعات مجموعة الأشرين وإفريقيا وهذا الاجتماع الثالث لقمة القادة الأفارق أعضاء مبادرة الشراكة مع إفريقيا في إطار مجموعة الأشرين بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبصفته أيضا رئيسا للاتحاد الأفريقي للعام 2019 هذه القمة ربما أو هذه المبادرة مبادرة المجموعة الأشرين وأفريقيا بتهدف إلى دعم الاقتصاد والتعاون الاقتصادي فيما بين أفريقيا وأيضا دول مجموعة الأشرين من خلال مشروعات مشتركة تساهم هذه المشروعات في الإسراء بوطيرة النمو في القرى هذه المبادرة أطلقتها ألمانيا للتحادية في العام 2017 من خلال رئاستها لمجموعة الأشرين كانت تهدف إلى دعم التنمية في البلدان الأفريقية إضافة أيضا إلى جذب المزيد من الاستثمارات إليها هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنتظر أن تشهد نشاطا مكثفا من خلال اللقاءات الثنائية التي سوف يعقدها السيد الرئيس سواء مع القادة الأفريقاء أو مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل هذه الزيارة ربما التي سوف تشهد هذا النشاط المكثف يلتقي خلالها أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة الأعمال ورجال الأعمال من خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الألمانية والذي يستهدف بالطبع خلق حوار فيما بين الشركات المصرية والشركات الألمانية وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر بصفة خاصة وأيضا للقرى الإفريقية بشكل عام فمن أهم الموضوعات في القمة هي جذب الاستثمارات الخاصة لإفريقيا المساهمة في تحديث البناء التحتية في القرى إضافة إلى العمل على توظيف الشباب وخلق فرص عمل من خلال المشروعات الكبرى والصناعات كثيفة الأعمال وأيضا هذه الأمور تؤدي إلى وقف ما يسمى بالهجرة غير الشرعية التي تؤرق الأوروبيين كثيرا فهذه المساهمة في خلق فرص عمل للشباب وأيضا وجود صناعات ناجحة ومتميزة ومشروعات كبرى وأملاقة تجعل الشباب يعزفون عن الأقدام على فكرة الهجرة غير الشرعية التي استقطعت فيها مصر شوطا كبيرا جدا ولقت إشادات من قبل الدول الأوروبية في هذا الإطار وخاصة من ألمانيا فألمانيا هي قاطرة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي كما يعلم الجميع وهي صاحبة فكرة ومبادرات تتعلق بالقرى الأفريقية كان هناك حديث عن ما يسمى بمشروع مرشال مشروع مرشال هذا المعني بأفريقيا بشكل كبير الهدف هو بالطبع المساهمة أو مساعدة الدول الأفريقية من الناحية الاقتصادية أيضا بما يتوائم ويتماشى مع فكرة التنمية المستدامة للعام 2030 وكل دولة على حسب احتياجاتها وحسب الظروف الخاصة لهذه الدولة ربما تكتسي هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكتسب أهميتها لبرلين هذه المرة من أن مصر تقف على أرض صلبة من خلال نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر والتي لقت إشادات واستحسان من قبل المجموعات الاقتصادية الكبرى ومن قبل دول عديدة وأيضا من قبل صندوق النقد الدولي وهذه الإشادات ربما كان لها إنعكاستها واثروها على حركة السياحة في مصر وتحدثنا هنا على حركة السياحة الألمانية فقد ارتفعت بوتيرة كبيرة وبشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة نظرا لما تنعم به مصر بالطبع من الأمن والأمان وأيضا إضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر أثبتت على أرض الواقع وبشكل فعال مدى نجاحها تفضل نعم من العاصمة الألمانية برلين كنت معنا على الهواء مباشرة موفد أنيل إلى هناك محمد جوهر شكرا جزيلا لك غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا ترجمة نانسي قنقر ولدى وصول سيادته إلى العاصمة الألمانية كان في استقباله عدد من المسؤولين الألمان وأعضاء السفارة المصرية في برلين المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن مبادرة قمة العشرين وإفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة العشرين من خلال مشروعات مشتركة تساهم في الإسراء بواتيرة النمو في القارة السمراء نحيا مصر نحيا مصر وإلى الشأن اللبناني حيث تدخل الاحتجاجات في لبنان شهرها الثاني مع ازدياد المشهد السياسي ضبابية خاصة بعد اعتذار وزير المالية السابق محمد السفاضي عن تولي رئاسة الحكومة الجديدة معلنا دعمه لإعادة تكليف سعد الحريري في غضون ذلك قال رئيس التحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إن إضراب موظفي البنوك سيستمر يوم غد بعد أن وجد من صعب تشكيل حكومة متجانسة تحظى بتوافق جميع الفرقاء السياسيين في لبنان سحب وزير المالية السابق محمد السفاضي اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة اللبنانية تطور يشير إلى أن الأمور في لبنان شديدة التعقيد والتشابق حيث عبر معها السفاضي عن أمله في أن تتم إعادة تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعدما عجزت الأطراف عن الاتفاق على تشكيل حكومة نهائية وكان الحريري قد قدم استقالته في 29 أكتوبر تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بإسقاط النخبة الحاكمة في خضم أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت روحها بين عامي 1975 و1990 والاستعادة زخم الحركة الاحتجاجية التي انطلقت منذ 17 أكتوبر قام نشطاء وقادة الاحتجاجات ببدء تحركات حاشدة ومواكب في أنحاء البلاد لتأكيد على الوحدة الوطنية اللبنانية بين المناطق والطوائف كافة ولإعلان الرفض الشعبي لما اعتبروه محاولات ترهيب المواطنين وتخوي فيهم من احتمالية اندلاع حرب أهلية جديدة جراء استمرار المظاهرات والاحتجاجات ويتظاهر اللبنانيون منذ شهر احتجاجا على التراجع الشديد في مساوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية والتظاهر البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لسيما على صعيد قطاعات القهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وسط استنفار أمني انطلقت اليوم في الجزائر الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل يتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين من بينهم رئيس الوزراء السابقان في حكومة رئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة وعشية انتلاق الحاملات الدعائية وقع المرشحون للمرة الأولى في تاريخ البلاد ميثاق أخلاق ساغته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وينص على الممارسات الخاصة التي تشكل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والمشاركين في العمليات الانتخابية ألقى وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستناير اللوم على من وصفهم بالبلطغية في أعمال العنف التي شابت المظاهرات أمس في الذكرى الأولى لاحتجاجات السطرات الصفراء قال كاستناير إن ما شهدته باريس من عنف بالأمس تورط فيه القليل من المتظاهرين والباقون مندسون حسب تعبيره أضف أن الشرطة اعتقلت 264 شخصا على مستوى البلاد منهم 173 في باريس حيث كانت الشرطة قد أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه أثناء مسيرات لإحياء ذكرى مرور عام على حركة السطرات الصفراء المناهضة للحكومة ومن باريس ينضم إلينا هاتفين الأستاذ خالد شقير المضيع بالإطاعة الفرنسية أستاذ خالد في ذكرى مرور عام على مظاهرات السطرات الصفراء في فرنسا هل ترى أن ما حدث أمس في شوارع فرنسا هو محاولة لاستعادة زخم هذا الحراك الاجتماعي غير المسبوق بعد عام من انطلاقه؟ بالتأكيد عندما نقارن بين حركة السطرات الصفراء في 17 نوفمبر 2018 و17 نوفمبر 2019 نجد أن عشر العدد هم من شاركوا في مسيرة الأمس أعتقد أن هذه الأعداد القليلة التي شاركت بالأمس سدل على أن الحركة لم تموت ولكن نسبة الإقبال على هذه الحركة هي التي انطفقت 63% حسب إصلاعات الرأي من الفرنسيين دقوا ذراعا من هذه الحركة رغم أنها حركة اجتماعية وتطالب بتحقيق كثير من العدالة الاجتماعية ولكن ما حدث من جروب لتلاك بلوك يوم الأمس ولكثير زي ما بيطلقوا عليهم وحسب تطبيح كريستوب كاثنانير وزير الداخلية الفرنسية يؤكد على أن هناك محاولات للخلص على هذه الحركة الاجتماعية التي تسمى أصداد السطرات نعم طيب يعني كيف ترى الأجواء بعد مرور عام على انطلاق هذه التظاهرات يعني هل بالفعل هذه التظاهرات حققت شيئا أم أنها تم اعتبارها ضمن أعمال العنف والبلطقة لا بالتأكيد هذه الحركة حققت أهدفها وبصفة خصى بعد أن تحسن نسبة المبيعات هو الحركة ببوكواردسة أو هو الشرائية واستجاب الرئيس مكهون الحقيقة لبعض من طلبات هذه الحركة ولكن إذا كانت الحركة ترى الصفاء فشلت فهي فشلت في تكوين حزب سياسي داخل فرنسا ولكن توجدها في الشرع ومن المنتظر أن يوم 5 ديسمبر القادم تشهد العاصمة الفرنسية باريس ومعظم المدن الفرنسية الكبيرة زي ديون ومرسلية وغيرها كثير من المسيرات وهذا ما تخشى منه السلطات الفرنسية وبصفة خاصة أن ليس فقط حركة الصفاء التي تدعو لهذه التظاهرة بل بعض من النقابات العملية والسلبة ومجال الصحة وكثير من المجالات التي ستنزل إلى الشارع للاعتراض على هذه السياسة الإبرالية التي تستخدم حكومة إدوافلي في فرنسا نعم أشكرك أستاذ خالد شقير المديع بالإذاعة الفرنسية كنت معنا هاتفيا من باريس أيد المرشد الأعلى لإيران علي خامينيه قرار الحكومة المفاجئة بزيادة أسعار البنزين وتقنين توزيع الذي أثارت ظاهرات في عدة مدن إيرانية أنحى خاميني باللوم في أعمال تقريب على ما وصفه بالثورة المضادة ومعارض الدولة وأعدائها الأجانب وأكد أن زيادة سعر البنزين استند إلى رأي الخبراء ويجب تطبيقه لكنه داع المسؤولين إلى الحيلول دون ارتفاع أسعار السلع الأخرى ونتابع في أخبارنا ولكن بعد الفاصل الاقتصادي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يعلنان تأجيل تدريبات العسكرية المشتركة لتعزيز جهود السلام مع كوريا الشمالية أولى وقفاتنا في هذه الفترة الإخبارية شمل متابع الأخبار المالي والأعمال أخبار الاقتصاد مع زميلة حنان الخولي إليك حنان شكرا لكم النجلاء وأحمد مشاهدين أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها خلال متابعته موقف تطوير سوق العتبة مدبولي يشدد على أهمية إعادة الوجه الحضري للسوق والمنطقة المحيطة به أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية المدابعة المستمرة لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطويره وإعادة تأهيله عقب تعرضه لحريق خلال شهر يونيو الماضي وأشدد مدبولي على أهمية العمل على إعادة الوجه الحضري للسوق والمنطقة المحيطة به باعتباره أول سوق حضري بالقاهرة الخدوية تم الانتهاء من بنائه عام 1892 وأكلف رئيس الوزراء باستغلال الأرض الفضاء المجاورة للسوق وذلك بالبدء في بناء سوق بديل عليها لتسكين شاغيل المحلات بسوق العتبة القديم تمهيدا للانتهاء من جميع أعمال تطوير السوق القديم هذا وترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بالصعيد بمحافظتي قنى وسوهاج وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والصناعة والتجارة وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد هو أحد محركات التنمية بما يضمن تنفيذ المشروعات التنموية والخدمة واستمراريتها من جانبه استعرض وزير التنمية المحلية مراحل تنفيذ برنامج التنمية الممولة جزئية من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار إضافة لمساهمة الحكومة المصرية بقيمة 427 مليون دولار كما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لذفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أكد مدبولي أن المبادرة التي سيعلن عنها أو سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا تعد خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد ودفع مدولات النمو عبر تشجيع المواطنين على شراء المنتج المحلي وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة خلال مدة المبادرة وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية تصدر بها قائمة محددة لتشجيع شراء المنتج المحلي للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مجلس الوزراء مرسل النيل لدى المجلس أحمد أبو الحسن أحمد بداية أهلا بك معنا كيف تابعت اجتماع مجلس الوزراء وتفاصيل ربما أكثر عن هذه المبادرة لتخفيض بعض الأسعار لبعض السلع أو إعطاء امتيازات للمواطنين يعني بعد التحية زميلتي بالفعل كانت هناك اجتماعات عدة بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى المدبولي رئيس الوزراء هذه الاجتماعات نؤكد أنها تسير بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مجالات عدة يعني كان هناك اليوم أحد هذه الاجتماعات والاجتماع الخاص بالإعداد للمبادرة التي سوف يطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسة الرئيس الجمهورية عن تشجيع المنتجات المحلية والاستهلاكية هذه المنتجات التي يسعى السيد الرئيس حتى يتم الاهتمام بها بشكل كبير تشجيع للقطاع الخاص هنا في هذا الاجتماع كان هناك تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص حيث أن هذا الاجتماع شمل عدد من رجال الأعمال وعدد من ممثلين عن القطاع الخاص بالإضافة إلى الحكومة هناك تعاون مشترك وتكاتف حتى يتم الإعلان عن هذه المبادرة بشكل جيد هذه المبادرة تسعى إلى تشجيع المنتجات المحلية بشكل كبير وهذه المبادرة أكد خلالها السادر والاتحادات الغرف الصناعية والتجارية بأن هذه المبادرة سوف تلبي احتياجات المواطنين والسوق أيضا والمصنعين نظرا لما تحملهم من خدمات مقدمة للمواطنين بشكل كبير من خلال هذه المبادرة التي تسعى إلى دعم المنتج المحلي بشكل كبير هناك أيضا قبل أن ننهي هذه المدخلة هناك أيضا اجتماع هام أيضا عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم وهو خاص ببرنامج تنمية الصعيد وخاصة في محافظتي قنة وسهاج هذا البرنامج أكد خلاله السيد وزير التنمية المحلية سيد محمود شعراوي بأن هذا البرنامج الذي تم تميل له قرد وقدره 500 مليون دولار من البنك الدولي بعد أن نجح هذا البرنامج خلال أقل من عامين في تحقيق الشروط المطلوبة وتحقيق الإنجازات التي تم تحقيقها من خلال المشروعات التي قدمها أهل هذه المحافظات أهل المحافظتين حتى يتم الحصول على استكمال القرد وقدره 132 مليون دولار بالإضافة أيضا لأن الحكومة المصرية قد سهمت بمبلغ وقدره أيضا 427 مليون دولار للمساهمة في تطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال برنامج تنمية نعم وهذا أكثر رد على الذين يشعون أن الصعيد خارج برامج التنمية شكرا لك الزميل أحمد أبو الحسن من مقر وزارة أو رئاسة مجلس الوزراء قررت وزارة التنمية التموين اعتبارا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار أربع سلع تموينية أساسية وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغدائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة هذا وسيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بثمانية فاصل خمسة جنيه بدلا من تسعة فاصل خمسة جنيه وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط ليصبح سبعة عشر بدلا من تسعة عشر جنيه كما سيصل سعر كيلو الأرز بثمانية جنيهات بدلا من تسعة جنيه وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيكيا ليصبح ستة ونصف جنيه بدلا من سبعة وخمسة وسبعين قرشا للكيس انتهت النشط الاقتصادية مشاهدين شكرا للمتابعة ونواصل مرة أخرى بانورامانين مع نجلاو أحمد إليكم شكرا لك حنان على هذا العرض لأخبار الاقتصاد ونتابع أخبارنا في هذه الساعة حيث أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج دو والأمريكي مايك أوسبر تأجيل التدريبات الجوية المشتركة المقررة في الشتاء لدعم جهود الدبلوماسية المستمرة مع كوريا الشمالية تتعرض هذه التدريبات لانتقادات شديدة من قبل كوريا الشمالية التي تعتبرها تدريبا على غزوها رغم نفي الحليفتين دعما للجهود الدبلوماسية المتعثرة مع كوريا الشمالية أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من نوفمبر الجاري وعقب إعلان القرار أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن جيشي البلدين سيظلان في حالة استعداد عالية رغم تأجيل التدريبات ونفى أن يكون القرار تنازلا آخر لكوريا الشمالية لكنه عبر عن أمله في أن تستجيب كوريا الشمالية لتلك البادرة من المهم أن نعمل معا لتحقيق أهدافنا المشتركة ما يعني النظر إلى أبعد من القضايا الثنائية التي تضل بجهودنا وتجعلنا لعبة في أيدي بيونج يونج وبكين من جانبه رفض وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو إضاحة المواد الجديد للتدريبات مشيرا إلى أنها ستتحدد عبر تنسيق وثيق مع واشنطن مع فشل المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ما زالت هناك محاولات لإقناعها بتغيير نهج إطلاق الصواريس وتتعرض التدريبات الكورية الأمريكية في العادة لانتقادات شديدة من قبل كوريا الشمالية التي تعتبرها تدريبا على غزوها رغم نفي الحليفين أعلنت سلطة الإيطالية حالة تأهب القصوى في عدد من المدن بعده طول أمطار غزيرة خلال الليلة بما يشمل البندقية التي يستعد فيها السكان وسائحون لموجة مدن استثنائية أخرى يأتي ذلك بعد أن شهدت البندقية أسوأ فيضانات في خمسين عاما منذ أيام في وقت تتأهب فيه المدينة للفيضانات على أمل تقليل الخسائر الناجمة أكبرت الفيضانات المدينة العائمة على إغلاق أثارها وميادينها العريقة أمام الزوار بعدما تسببت أسوأ فيضانات بالمدينة منذ خمسين عاما في أضرار قدرت بأكثر من مليار دولار وغرق ساحة القديس مرقص بمية تجاوز منسوبها مئة سنتيمتر مدينة فينيسيا الإيطالية أو البندقية واجهت موجة مد استثنائية أخرى عقب تلك التي ضربتها منتصف الأسبوع الماضي وذكر مركز البندقية لرصد الأمواج أن المد قد يصل إلى مئة وستين سنتيمتر الأمر الذي أصاب المواطنين بحزن على مدينتهم الغرقة هذا غير معقول فتلك الليلة منسوب المياه تجاوز المائة وثمانين سنتيمتر فوق مستوى سطح البحر هذه كارثة نحن غير مستعدين لهذا لم نستعد جيدا لدينا أضرار كثيرة جراء الفيضانات من المؤكد هناك وسيلة تكنولوجية لتفادي هذا رئيس بلدية البندقية أكد أن قيمة الأضرار تقدر بنحو مليار يورو وأن موجة الفيضان الجديدة ستكون عالية مشددا على أن البلدة مستعدة ومتأهبة لها رغم إغلاق ساحة سام ماركو الشهيرة بعدما أغرقتها مياه الفيضان التي غمرت أيضا نصف كنائس المدينة البالغ عددها 120 كنيسة وأحدثت تلفيات بأرضياتها المزغرفة بخلاف المحال التجارية والمتاحف والفنادق في المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمية الأمر الذي أثار حفيظات السائحين أتينا إلى هنا لنرى الفنون ولكنها للأسف دمرت بالأمس وإنه لأمر مؤسف لأننا نريد أن نرى بعض الثقافات التاريخية في فينسيا حزن السائحين على الفنون المدمرة وعلى رحلتهم التي أضعتها مياه الفيضانة لم يمنعهم من الاستمتاع بالمدينة وبعرقتها حتى وأن تجاوزت المياه مستوى الركبة فانضم السائحون إلى سكان البندقية متحدين الطقس والمياه في إصرار واضح على الاستمتاع بالمدينة حتى وإن كانت غارقة وبالفعل لم يتبقى في ساعتنا الإخبارية سوى تذكير بأبرز عروين أخبارها الرئيس سيسي يصل إلى ألمانيا للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا إضراب عام في العراق في ذا الاستمرار الاحتجاجات للمطالبة برحيل النخب السياسية الحاكمة وزير المالية السابق اللبناني محمد الصفضي يعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة ولمزيد من التفاصيل نايل دوت إي جي إلى اللقاء اشتركوا في القناة